دكتورة إيمان شويخ الأكاديمية والباحثة السياسية تأكد الاتصال بك دكتورة هناك سجال قوي كان في مجلس الأمن بين دول مؤيدة لما تقوم به إسرائيل وأيضا دول رافضة للقرار الروسي كيف تبعت هذه الجلسة؟ صباح الخير لك ولضيفك ولجميع مشاهدي قناة القاهرة الأخبارية طبعا هذه الجلسة غلب عليها الطابع السياسي للأسف وليس الإنساني وهي أحوج أن تكون الآن إنسانية بالدرجة الأولى بسبب الوضع الذي يعيشه اليوم الفلسطينيون في قطاع غزة نحن نشاهد حجم المأساة الكبيرة أكثر من ألفين ضحية وأكثر من عشرة ألاف جريح ودمار ولا يوجد أدنى مقاومات الحياة لا يوجد مياه سكان غزة اليوم لا يشربون الماء يعني تريد إسرائيل أن تميتهم ليس بالصواريخ والقذائف إنما عطشة هل هذا الأمر هل هذه المأساة والمعاناة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية يعني كانت يجب أن توحد هؤلاء وأن تفرض هذا القرار ليس التصويت أن تفرض هذا القرار وهذه الهدنة الإنسانية ووقف النار من أجل التقاط الأنفاس من أجل يعني نعلم أن إسرائيل هي مجرمة حرب وترتكب كل هذه المجازر ولكن ماذا عن الدول التي يعني في مجلس الأمن هي كانت تدين الفلسطينيين لا نريد أن نقول تدين حماسية تدين الفلسطينيين بامتناعها عن التصويت لهذا القرار وبالتالي الجانب الإنساني لم يكن موجودا كان هناك تصفية حسابات في هذه الجلسة التي يعني للأسف لم تخرج بأي شيء وبالهدف الذي كانت يجب أن تصل إليه وهو تخفيف من حدة هذه المعاناة على سكان غزة وعلى الأطفال الذين يموتون وعلى الأمهات الذين يقهرون على المشاهد التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا نعم دكتورة هذه الجوجية تحديدا كانت واضحة في ردود بعض ممثل هذه الدول بأن المشروع مشروع القرار الروسي هو تسويق سياسي ودعائي لروسيا بأنها تقف مع شعب الفلسطيني وبالتالي تم رفضه من قبل عدد من الدول وهناك أيضا كلمات بأننا نحتاج وقتا أكبر للتشاور والتباحث حول ما يجب إقراره إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه المباحثات والتشاورات في ظل آلة الحرب المستمرة على قطاع غزة؟ نفس المشهد الذي يحصل اليوم في المنطقة يحصل في مجلس الأمن على أي حال هيبت مجلس الأمن وقراراته سقطت منذ أمد بعيد وبالتالي كما يحصل اليوم في حرب روسيا وأوكرانيا وفي المنطقة وفي التكتلات التي حصلت وأفرزتها هذه الحرب وبعدها أيضا حرب السودان نفس المشهد اليوم يتكرر بالنسبة لفلسطين إنما هنا حجم الكارثة كبير جدا وحجم الجرائم رهيب جدا وبالتالي نرى المعسكر الغربي والمعسكر الأمريكي ضد القضية الفلسطينية وضد حق الفلسطينيين بالعيش بسلام وأخذ حقوقهم وبالتالي لا أعتقد أن هذه الجلسة ستخرج بالكثير إنما هناك ربما تعويل أكثر على الحراك الدولي الذي يحصل اليوم على المباحثات التي تحصل وخاصة أيضا الدور المصري اليوم الذي تستضيف مصر قمة السبت المقبل وتدعو إليها قادة الدول الكبرى وهذه كانت حصلت في 2009 في شرم الشيخ وبالتالي كان حصل هكذا قمة قبل طارئة وبالتالي التعويل على هذه القمة وعلى الدور اليوم التي تلعبه مصر سواء كان هناك لقاء مع بلينكين ومع كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية والاتصالات التي يجريها الرئيس المصري وبالتالي التعويل أكثر اليوم على هذه الاتصالات التي تجرى وأيضا على سير المعركة يعني على الأرض هناك اليوم قلق ومخاوف من جرء المنطقة إلى حرب إقليمية لأنه عندما نقول أنه قد تفتح الجبهة الشمالية وقد يدخل لبنان نكون يعني أغفلنا الجانب الأهم وهو أنها ستشمل المنطقة ككل وهنا يعني يجب فعلا أن هذه سواء هذه الجلسة أو الاتصالات التي تحصل اليوم أن تمنع تمدد هذه المعركة وهذه المواجهة وأن يكون هناك هدنة لإعادة أولا طبعا هناك مصالح لدى الطرفين يعني إسرائيل اليوم هي تضرب عرض الحائق بمطالب الإسرائيليين الإسرائيليون اليوم هم نقلون أصلا على نتنياهو وعلى حكومته بسبب يعني إهماله لقضية الرهائن الموجودين لدى حماس ونعلم كيف يعني حماس يعامل الرهائن بطريقة إنسانية جدا ولكن هم يموتون نتيجة القصف الإسرائيلي وبالتالي يجب أيضا الدول الغربية أن تأخذ بعين الاعتبار قضية الرهائن من أجل الضغط أكثر على نتنياهو وحكومته لتخفيف منحدة هذه المواجهة وعدم يعني التصعيد وبالتالي الكلفة ستكون عالية جدا يعني على إسرائيل وبطبيعة الحال الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين